جي الوقت بقى ان احنا نطبق قوله تعالى بل الإنسان على النفسي بصير ونيجي نبص شوية على بيوتنا فلما بنبص على بيوتنا ما بيكونش همنا ان احنا نبص على أسوأ شيء لكن همنا ناخد خطوة لقدام وعشان كده بنقف شويتين تلاتة قدام أي حجر عثرة بيخلينا ما نتقدمش في التوافق والزواجي وعشان كده حلقات يوم الحد بنتكلم فيها عن التوافق والسعادة يعني التوافق الموصل للسعادة في حاجة عندنا في بيوتنا شوية احنا مستهنين بيها ومش محترمين خطورتها وبنتهون بيها جدا 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 وهي بتمنعنا من الوصول إلى السعادة النهاردة هنتكلم عن المشكلة بتحصل في كتير من البيوت للأسف وبتعمل أشياء في غاية الخطورة لأنها بتمارس تحت أشياء احنا بنتصور أن هي لذيذة بتتعمل تحت السطار المزاح وخفة الظل والتبسط لكنها في الحقيقة مشكلة حقيقية بتؤدي لحصول فجوة ونزاع ما بين الزوجين وانا بعيني في جلسات الإرشاد الزواجي لما بتتبع ده بشوفها موجودة وبتستخدم كأدوات لإشعال فتيل البيت ولإغار الصدور وللوجع طول الوقت ايه هي بقى المشكلة دي احنا نتكلم النهاردة عن شيء استلحنا عليه وسميناه التنمر الزواجي التنمر الزواجي اللي في بعض الأحيان بياخد شكل الألش على بعض أو شكل الترياءة ان الناس تتريق على بعض ومتعتبر ان الترياءة دي خلاص ثبتت فيبقى في كل المشاهد ويوم ما قاعدين مع بعض كل واحد بيقول ترياءة قصود الناس وما يعرفش قد ايه ديت بتكسر الخاطر وقد ايه بتوجع وقد ايه بتأذي وقد ايه بتحسس الإنسان انه هو قليل بنسمع كتير شكوى من الزواجات والأزواج انهما بيتنمروا على بعض وبالذات الزوجات بتشتكي من تنمر الأزواج عليهم فمثلا الزوج يتنمر على وزن زوجته في وسط الناس او حتى بينهم وبين بعض او حتى مع أولاده يتنمر عليها على وزنها وعلى حجمها وشوف انا فصلت ازاي ما بين الوزن والحجم لانه ساعات يجي يتكلم على حجمها على شكلها وساعات يتكلم على ايه ده انت وزنك بقى ده كل ده بالتفاصيل دي وممكن كمان يتنمر على مظهرها أصلا وطريقتها في اللبس وكمان تسليحة شعرها وهم في البيت او طريقة كلامها ايه الطريقة البيئة دي او ايه الطريقة الفلاحة دي او ايه الطريقة ده مع احترامي وحبي وانا كذلك منهم ومستوها الاجتماعي جمان كلنا من الفلاحين فعشان محدش يظن هو بيقول لها كده ويتكلم بقى على ان هي معندها الزكاء اجتماعي معندها الزكاء علمي مستوها المعرفي قليل هي سازجة تنمر بكل الاشكال ومن اهم اسباب التنمر بقى شوية اسباب عن قلم كده عشان كل واحد فينا يركز لح سماحت فينا يكون بيعمل الكلام تتوى ومشو قصد او نعرف ازاي ممكن عن حل ده بعد ما نعرف الاسباب دي هقول لكم شوية اسباب السبب الاولاني المقارنة وده سببه كأنه سبب تقليدي بس هو من اهم الاسباب لما الزوجة او الزوجة بيشوفوا ستات او رجالة تانيين غير ازواجهم وزوجاتهم سواء بقى بيشوفوهم في التلفزيون او في السوشيال ميديا اقصد تلفزيون طبعا الفضائيات او النت او السوشيال ميديا او حتى الاقارب والاصدقاء بيبتدوا يعملوا ايه يبتدوا يبصوا للصورتين صورة الزوج والصورة اللي هو شافة الصورة المتلمعة المتأنقة الجميلة فمثلا الزوج يشوف ستة تانية مهتمة بنفسها وبشكلها ويبتد يشوف صورة مراته اقل منها في الاهتمام ده فاشعر بعدم الرضا عن زوجته ويبقى مش عايز يطلب من زوجته بشكل مباشر قال لكده هو بيعمل ايه مش عايز يجرح وكده هو زكي فهيعمل ايه هو عايز يطلب منها انه يتهتم بنفسها عشان ما تسألوش هو انت شفت مين احسن مني وعاوزني ابقى كده زيها وتشك فيه ان هو بيبص الغيرها او له علاقات تانية فيلجأ الايه هيلجأ للتنمر هيلجأ للوقوع في قوله في مخالفة قوله لا يسخر قوم من قوم موطنان مرضاوة سخرية اشتركوا في القناة